فيه كمان انهيار سقف كنيسة ماري مرقص بقرية نزلة عبيد بالمينيا دون خسائر بشرية الحمد لله بيقال ان السقف كان من الخشب وانه انهار الحقيقة في اثناء الليل انقذت العناية الالهية الخدام والمصلين بقرية نزلة عبيد احدى قرى مركز المينيا ذات الاغلبية قرية نزلة عبيد تقريبا كلهم مسيحيين والحمد لله ان العناية الالهية انقذتهم بعدما سقط سقف الكنيسة اثناء الليل السقف مع مصنوع من الخشب مع مواد بناء سقط بشكل تلقائي ليلا والكنيسة خاوية ما فيهاش اي حد انتقلت سيارات الحماية المدنية والاسعاف الى موقع البلاغ وتبين انهيار السقف الخشبي بكنيسة الشهيد عظيم ماري مرقص الرسول دون ادرار بشرية السقف كان انهار على مساحة 300 متر من بين 900 متر هي مساحة الكنيسة تسبب الانهيار فيه تلافيات بمحتويات الكنيسة داخل منطقة الانهيار تسبب الانهيار